اشتركوا في القناة نفس البشرية لا يمكنها أن تصمئن إلى معنى أو تركن إلى غاية في ظل تهديدات الفقد وحتمية الموت موتها وموت من تحب إلا إذا آمنت باجتماع أربعة شروط أساسية واحد أن لا يكون الموت هو النهاية واثنان أن تستمر الهوية الشخصية بعد الموت وثلاثة أن يكون ثم تختلاف بين هيئتنا التي نحن عليها الآن وبين الشكل الذي سنكون عليه بعد الموت وأربعة أن يكون من المأمول أن تستمر حياتنا الأخرى بعد الموت في ظل ظروف سعيدة جدا وهذه شروط يعيد بها دين الإسلام والمسيحية أيضا ولا يمكن للأديان والمذاهب الأرضية منافستهما في هذا الشأن ففي سرديات الحداثة البديلة كالتقدم يمكن للسلوك الفردي أن يكون له معنى ضمن الإطار التاريخي التقدمي العام إلا أن هذه السرديات تجاهلت أهمية الخلاص الفردي وقلصت من الاعتبار الغائي لفرادة الإنسان ومشاعره وذاتيته غير القابلة للاختزال لصالح تصور كلي للحركة التاريخية الصاعدة وكذلك الأمر مع أديان الخلاص الدنيوي فحتى لو اندفع الإنسان لأجل قضية سامية اعتقادا منه بأن المثل الأعلى يعلو فوق الحياة يبقى في النهاية أن الفرد هو من يتألم دائما وهو من يموت ككائن خاص ولا أحد يقوم بذلك بدلا عنه وأمام هذا الموت الشخصي قد يتبين يوما ما أن الشيوعية والمذهب العلموي والقومية ليست سوى مجردات فارغة لا أمل يرتجى منها ويقول إرنيست بيكر إن الدين يحل مشكلة الموت بشكل أفضل من الجميع فالحماسة الروحية التي تملأ نفوس المؤمنين بهذه المقدسات الأرضية لا تعالج تعاسات الفرد وآلامه اليومية في حين أن النظر الديني يقلب ميزان التاريخ الدنيوي فعين الفرد المؤمن مصوبة على العالم الآخر وقد علق أبو العباس المرسي رحمه الله على حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر بقوله وشأن المسجون التحديق بعينيه والإصغاء بأذنيه متى يدعى فيجيب فالوجود الحالي في نظر المؤمن قسر عبور لا دار إقامة وكل ما في الوجود إنما يكتسب قيمته بصلته بالعالم الباقي ففي الدين لا ينظر المرء إلى الحياة بل إلى الموت لأن أشياء الحياة تكتسب قيمتها من خلال كونها مرئية في علاقتها مع الخلود فوق وخلف الموت فالاستعداد للموت يحدد أهمية الفعل اليومي وفي ضوء هذا المنظور الغيبي الشاسع يتحدد الموقف من الحياة برمتها ومن الموت والألم ومن ألوان التعاسات التي أشرت إلى بعضها في المدخل بل إن هذه النقائص تستحيل إلى شيء آخر يصعب على غير المؤمن إدراكه فقد نظر أهل المعرفة بالله إلى النقائص الدنيوية بعدها من الألطاف الإلهية الداعية إلى الفرار إلى الله فإن الدنيا إنما خلقت على هذه الهيئة لحكمة بالغة فالله تعالى جعلها محلا للأغيار ومعدنا لوجود الأكدار تزهيدا للعبد فيها لعلمه تعالى بضعفه وتسلط الشهوات على قلبه فلا يقبل النصح لمجرد القول فذوقه من ذوقها ما سهل عليك فراقها وقد تبقى في القلب بقية من حب شيء من هذا العالم أو ركون لشيء من الدنيا فيسلط على العبد من يشوشه عليه وينظصه لديه كل ذلك عناية به ليرحل من هذا العالم إلى عالم الملكوت وهذا المعنى مشترك بين كثير من المؤمنين من أهل الأديان يقول أوجستين في مناجاته الإلهية كنت دوما تباشرني بقسوتك الرحيمة صعبا مر القرف على جميع مسرات محرمة لتصرفني عنها إلى طلب مسرات لا قرف فيها أنت الذي تجعل الألم معلما ومربيا حتى لا نموت بعيدا عنك بل تجد مرهف الحس ومن لا يغالطون أنفسهم من غير المؤمنين يشعرون بهذا المعنى نفسه وإن أساء في التعبير عنه يقول أحدهم بما أن ما يبحث عنه المرء في متعه هو أن تكون لا نهائية ولا أحد سيتخلى يوما ما عن الأمل في بلوغ لا نهائية فأنت ترى لماذا كل المتع تنتهي إلى قرف إنها حيلة الطبيعة كي تسحبنا بعيدا عنها وكذلك فإن الإيمان بالدين الحق تنقلب معه الآلام إلى أن تكون دلائل خير وفضيلة فالمؤمن حين يستذكر قوله صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه ويتأمل قول ابن رجب رحمه الله كل ما يؤلم النفوس ويشق عليها فإنه كفارة للذنوب وإن لم يكن للإنسان فيه صنع ولا تسبب كالمرض وغيره كما دلت النصوص الكثيرة على ذلك وحين يتعقل ضآلة الزمان الدنيوي زمن الألم وأبدية الزمان الأخروي زمن التناعم يتغير وعيه بلحظة الألم ويضع بؤسه المحدود في سياق ممتد يمنحه المعنى اللازم ويجاوز به الإنسان مجرد الشعور العبثي الممض والقاسي وغير المحتمل إلى آفاق من الأمل بالأجر والرغبة في الثواب هذا المعنى الشريف استولى على أقوام من الصالحين وربما وقعت لهم الزيادة فيه لشدة تملك قلوبهم له فصدر عن بعضهم أقوال في التلذذ بالألم وحين أشار ابن القيم رحمه الله إلى ذلك لم ينكر وقوع التلذذ العارض بالألم بل هو متصور عقلا لما أشرنا سابقا من ارتباط الألم بشبكة دلالات تجاوز المعطى الحسي وإنما أنكر مناقضة ذلك التلذذ أو التطلب للألم للطبيعة البشرية وللسنة النبوية فقال رحمه الله نحن لا نمكر أن العبد إذا تمكن حب الله في قلبه حتى ملك جميع أجزائه فإنه قد يتلذذ بالبلوى أحيانا وليس ذلك دائما ولا أكثريا ولكنه يعرض عند هيجان الحب وغلبة الشوق فيقهر شهود الألم ثم يراجع طبيعته فيذوق الألم ولا يقتصر الأمر على الآلام فحسب بل إن هذا المنظور الزمني الممتد ينظم الموقف من الملذات أيضا فكما أن الآلام الضعيفة التي تنال الفرد من العثرات الصغيرة نذر تأتيه من عالم الغيب لتحذره من الآلام الشديدة التي تناله من السقطات الكبيرة فكذلك الحال مع الملذات الدنيوية التي يستمتع بها فهي كالنماذج المنقوصة لملاذ الآخرة المكتملة وكما يقول ابن الجوزي رحمه الله شهوات الدنيا أنموذج والأنموذج يعرض ولا يقبض فالشهوات الحسية والمباهج الجسدية داعية أو محفزة لليل ملاذ الآخرة وقد اقتضت الحكمة الإلهية وجودها لأجل ترغيب الخلق في السعادات الأخروية فإنهم ما لم يحسوا بهذه اللذات والآلام لم يرغبوا في الجنة ولم يحذروا النار ولو وعدوا بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر لما أثر ذلك بمفرده في نفوسهم وهذا وذاك علة امتزاج الآلام بالملاذ في الدنيا كما يعبر العلامة اليوسي رحمه الله إن الدنيا لما جعلت مقدمة للآخرة يقع فيها الاستعداد لدخول الدنيا والنجاة من النار جعلت مظهرا لما هنالك من نعيم وعذاب ودالة عليه ومذكرة له وقاضية بالترغيب والتنفير فلم تجعل خيرا محضا وإلا نسي العذاب ولا شرا محضا وإلا نسي النعيم